ما أهمية القراءة في التاريخ والكتابة في التاريخ؟ تمام إيه أهميته؟ هو بالنسبة لنا لما حد بيسأل نعم بني ناس مثلا يكلامه يقوله هو الإنسان حيوان اجتماعي أو حيوان ناطق أو مش عارف إيه أو كائن الإنسان كائن تاريخي لأنه يعني بينفرد عن باقي الكائنات في أنه هو الخبرة مش بيكتفي أنه يتعلمها وخلاص إنه يتعلمها ويطورها ويسجلها للي بعده من أول إنسان الكهف اللي كان بيرسم على الجدران تقوس الصيد والزراعة وما إلى ذلك لحد بعد كده لما ظهرت الكتابة دايما الإنسان عنده حرص أنه هو يقول مش مجرد أنه يثبت بس وجوده يقوله أنا كلتا هنا إنما ينقل خبرته للأجالة اللي بعدها فده اللي بيحصل إن إحنا عشان حركة التقدم أو حركة التاريخ تستمر لابد نحن ننقل الخبرات دي وما نكتفيش بس بنقلها إنما نحللها ونبقى بنقرها بشكل مستمر يعني أنا مش بقرأ تاريخ بمناسبة حدث حصل أو مناسبة حصل إنما بقرأ بشكل مستمر أشبه بالدورة الدموية عشان تبقى فيها على طول لأن المعلومة اللي أنا عرفتها دلوقتي نفس المعلومة لما بصي لها بعد مثلا عشر سنين هبصي لها بشكل مختلف هطلع منها حاجات مختلفة فعشان كده لابد من القراءة الدائمة في التاريخ والكتابة الدائمة والتحليل والتحليل مستمر يعني إحنا ممكن مثلا نغير رأينا في واقعة تاريخية ما بعدما نقرأ كثيرا ونطلع كثيرا طبعا يعني هذا أيضا يقودني إلى سؤال يعني دايما بيتقال أنه التاريخ يكتبه المنتصرون وليس المنهزمون مش باتفق تبعا مع الحكاية دي ليه؟ لأن في التاريخ فيه برضو قراءة للتعرض للهزيمة وبعدين إيه مفهوم النصر والهزيمة يعني هو لما يتقال يكتبه المنتصرون بيبقى كلامنا على الانتصار السياسي أو العسكري طيب إحنا عندنا أبسط نموذك في مصر هنا عندنا لما الرومان جمي احتلوا مصر ومن بعدها خضعت للاحتلال بيزنطي ده ما منعش أنه إحنا يبقى عندنا حضارة كاملة هي الحضارة القبطية اللي قامت في ظل ده وأنه يكتب تاريخ الفترة دي يعني منقرأ مثلا حاجة زي كتبها يحن النقيوسي لتاريخ الفترة دي أو غيره ما ده تم من عمليا كنا مهزومين عسكريا وسياسيا أمام الرومان ومع ذلك كتبنا التاريخ فهو التاريخ يكتبه من يريد كتابته اللي عنده قوة الإرادة لكتابت التاريخ أي أن كان الطريقة اللي هيكتبه بيها يعني فيه كتابة مش لازم نتكون كتابة بشكل بحسي أو أكاديمي فيه كتابة من خلال القصص الشعبي مثلا زي السيارة الشعبية حاجة زي سيدة مثلا علي الزيبق أو غيرها ما ده نوع من أنواع القراءة الشعبية للتاريخ فيه اللي بيكتبه بشكل علمي يعني الجبارتي كتب التاريخ ومصر وقتها تحت الاحتلال العثماني فلاهم مش بالضرورة بيكتبوا المنتصرون يعني من قدراني وأنا أقرأ التاريخ أن هذا هو التاريخ الحقيقي مثلا لبلدي يعني مصر مرت بعصور كثيرة كان لديها استعمار تكرر أكثر من مرة كان هناك ما يسمى بالفتوحات وهذه المسألة تحتاج إلى توقف ويعني مئات السنين وألاف السنين يعني مرينا بأشياء كثيرة جدا جدا كيف أستطيع أن أنقح هذا التاريخ؟ تمام أول حاجة أنا لازم أعرف أن أنا في التاريخ أنا بتعامل مع الإنسان بطل التاريخ هو الإنسان فبالتالي لازم أنظر لكل الأحداث وكل التصرفات من هذا المنطلق بمعنى أننا ما أخضعش العقل للمبالغات التي تبقى موجودة عند البشر يعني لازم أقرأ مثلا عن وقع أبقى أفهم كويس أن اللي بيكتب ده إنسان زيه الواقع دي هو عارفها من خلال حواسه وإدراكه بكل ما فيها من مميزات ومن عيوب لازم أفهم أنه نفسيا قد يتأثر عشان كده لازم اللي بيكتب في التاريخ أبا عندي فكرة عنه هو نفسه يعني على سبيل المثال لما أقرأ مثلا في العصر المملوكي لحد زي ابن تغري بردي ده كان نسيب السلطان مباشرة وأبو كان الأتابك اللي هو قائد العام للجيش ده عارف ده لما يتكلم في الجزء الخاص بدهليز السياسة والحكم وما إلى ذلك لازم أفهم أن إعلقة قربه من دوائر السلطة كان قريبا من دوائر السلطة طب هذا معناه أنه كان يكتب حقيقة حقائق وليس هو بيكتب الحقيقة من رؤيته هو يعني الحقيقة برضو بتختلف لنا المسألة النسبية فبالتالي والموضوع أشبه بالبازل أشبه بصورة ومتأسامة القطع بازل وفي قطعة في النص مش مناسبة أصلا للصورة فهنا الموضوع ده بيخضع هنا إيه أنه أنا لازم أفهم منه إنسان لازم يعني بالمناسبة لتكلم في ده جدا كيفية قراءة التاريخ في ده من قبل كده بقرون ابن خلدون في مقدمة كتابه العبر وديون المبتدأ والخبر اتكلم إزاي تبعد عن المبالغات عن التأثر بامفعالات عن الشخص اللي بيسموه حطب ليلة اللي هو بيجمع أي حاجة